موسيقى السلام عليكم أعزائي الطلاب بدرس جديد من دروس صف البكالوريا الواحدة الثالثة عن الدرس اليوم عن الغداد الصم الطبعا الغداد الصم نحن نعرف انه هي ناخرنا بدرس السابق حصلنا طنظيم الهرموني نحن اليوم رح預خد ما هي الهرمونا طبعا قدنا طنظيم هرموني عند نباتات اليوم رح نقود شنون الانسان عم يشتغل على اللعين طبعا قدنا الهرمونات هي مواد معقدة التركيب يقوم الجسم بصناعتها幕 بكميات قليلة تبقى معني مداها طويل어� damages طويل التأثير ولكن عنا هون في شي انه التنسيق العصبي والهرموني شلون يعني التنسيق العصبي والهرموني التنسيق العصبي يعني العصاب تكون الهرمونات متعلقة بالعصاب والعصاب متعلقة بالهرمونات كيف اول شي عنها بالتنسيق العصبي لما شفنا انه بالنواقع العصبيه كان عنا الستيل كولين لما تكون طبعا تفرز من خلال الهرمونات ايضا نشاط الهرموني الهرموني الذي يفرز بها يكون على مدى طويل ولكنه له علاقة ايضا بالنشرة الهرمونية اللي بتهنسنا في حارة الخوف والرعب نشوف انها تؤثر ترسل سيارة عصبية الى عضلات الملساء لكي تنقبض او تنبسط فها هي العلاقة بين الجهاز العصبي والهرموني طيب نحن عنا هرمونات قلنا تعريفها هلا بقى كيف تصنف تصنف الى هرمونات مشتقة من الحمود الامينية مثل عندنا الميلاتونين والدوبامين وعني ايضا مشتقة هي هرمونات الى زيرهمى مثل الانسولين والاكسي تويسين وعن هرمونات استيرويدية مثل الاسترو جين والبروجترون او استروجين والبروجترون هيا حادثات جنسية حادل حدول تصنيف الى هرمونات طبعا نقلنا مشتقة حمود امينية بيبتدية ستيرويدية هل رح ناخد ايش فوز ضيبة كل منهما انواع الغدد الصوم لدينا الغدد عديدة اولها والاهم الغدد النخامية او الغدد المايسترو هي تقع على الوجه سرح السفن للدماء وهي ترتبط بالمهاد او البطاء مثل ما نقول طبعا او مثل ما يسمونه عالميا هيباثراموس ويكون لها تأثير قوي لها ويرتبط بتحت المهاد بوسط السويقة المخية طبعا اقسام الغدد النخامية تقسم الى ثلاث فصوص امامي غدي متوسط وخلفي عصبي هلأ العلاقة بين تحت المهاد والغدد النخامية ايش علاقة بين تحت المهاد والغدد النخامية توجد في تحت المهاد مجموعة من الخلايا العصبية المجموعة الاولى وين تروح محاولها اول مجموعة الفصل الخلفي تروح على الفصل الخلفي ايش تفرز طبعا هاي مهمة للفصل الخاص بخلفي ايش بوظيفتها هرمون مضاد للإبالة ADH وهرمون الإكسيتيسين طبعا الـ ADH اسمه هرمون مضاد للإبالة يعني ايش معناته يعني هي تقوم بتنظيم نسبة كمية الماء المطروح بأثناء البول وهي تقوم بتنظيم التركيز المائي في الجسم وكمان من خلال ايش نخلع عدد امتصاص الماء من جدران أوعيات دموية كمان عنا هرمون الإكسيتيسين هاي في عنا وظيفتها عند الذكر وعند الأنثى عند الأنثى تقوم بتقلصات الرحم أثناء الولادة وبالتالي خراج الجنين خارج الرحم وكمان بعد الولادة تقوم إلى عضلات الملساء في الثدي لإفراغ الحليب للطفل أما في الذكر فأنها تؤثر على العضلات الملساء الموجودة في الأسهر جدران الأسهر فهي ايش تقوم تقوم بعملية الإنقباض لإفراز السائل لقدر السائل المنوي الفصل الأمامي للغدى النخامية كمان يفرز عدد الفصل الأمامي عدده هرمونات عديدة منها أول شيء هرمونات النمو حيث تشكل غضاريف النمو التي تساعد على زيادة طول الإنسان أو الكائن الهرمون المنشط للجسم الأصبر هاي تؤثر على تشكيل الجريبات وبالتالي إتمام عملية التمايز البيضة الملاقحة الهرمون المنشط للخسيتين كمان هاي تفرز الإفراز التوستسترون وبالتالي تنشيط الحاسات الجنسية الهرمون المفرز للحليب هي كمان البرولاكتين طبعا تفرزه الأم المرضع حصرا الهرمون المنشط لقشرة الكذر والمنشط للغودة الدرقية والمنشط لخلايا الميلانين الميلانين طبعا نحن نعرفه إنه هو المسؤول عن سمرة اللون وعطاء الصباغ للبشرة كمان الفصل المتوسط يقوم بتنشيط الخلايا الميلانينية في عند الأطفال نشوف الطفل يعني حتى ما يقصل لها حد معين يكون أول ما يولد اللون مثلا شوي شوي يعني يتفتح يعني يتفتح يعني يتفتح حسب تواجد الخلايا الميلانينية في الجسم أو حسب أفراز هذه هي الهرمونات المسؤولة عنها الغودة الدرقية تعالي الغودة الدرقية أكبر الغودة الصم حيث تتراوح من 20-30 غرام وزنها وهي تكونة من فصيل أيمن وأيسر طبعا لها هرموناتها التيروكسين والتيرونين الذين مسؤولا عن النشاط الاستقلابي للجسم وبالتالي ارتفاع درش الحرارة وزياد استهلاك الأمسجين يعني يعني يعطاء الأتي بي للجسم الكامل الكالسيتوكينين يقوم بتنشيط الخلايا المولدة لتقوم بتنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفات في الدب يعني هي مسؤولة عن تنظيم الكالسيوم والفوسفات معا فبالتالي تكسب العظام صلابة وقوة غداء الجارات الدرقية هي حبارة عن أربع فصوص ملتصقة على الوسطح الخلفي للغداء الدرقية تقوم بإفراز هرمون الباراثورمون الذي يقوم بتنظيم نسبة الكالسيوم في الدم الغداء الكاظرية تتكوى من قشر الكاظر واللب الكاظر القشر الكاظر يقوم بإفراز الكورتيزول حيث يقوم بأيض الكربوهيدرات ويقوم بتحويل البروتينات والدهون إلى غلوكوز يعني يقوم بزيادة نسبة السكر في الدم وله تأثير مضاد الالتهابات الثلاث شعار متلف الأنسجة كمان عندنا الهرمون الالديوستيرون يعمل على تنظيم معدل نسبة الصوديوم في الدم وبالتالي تحفز الغداء الكاظرية الهرمونين الجنسيين الأستروجين والأندروجين الأستروجين تنتج عنها هرمونات الأنوثة كاملة والأندروجين هرمونات الذكورة الكاملة لب الكاظر تفرز عنها الأدرينالين والنور الأدرينالين والدوبامين جذر لانجرهانز طبعا تسمى جذر لانجرهانز موجودة في البنكرياس سميت هذا الاسم نسبة إلى العالم لانجرهانز فهي تقوم بإفراز هرمونين جلوكاغون والأنسولين حيث تعملها بتنظيم عكسي أحدهما يفرز من خلايا ألفا وتقوم برفع مستوى السكر الدم من خلال تحويلها المواد إلى السكريات وبالتالي في حالة انخفاض السكر تقوم برفع السكر في الدم أما في الحالة عكسية الأنسولين تفرز من خلايا بيتا وهي تقوم على أنقاص نسبة السكر في الدم وبالتالي تحافظ على توازنه لذلك يستخدم الأنسولين في علاج السكرية هل نحن نأخذ كيف نستخدمه بالعلاج الغدة السيروبرية هي غدة صغيرة للحجم تشبه حبة البازيلة تسكن تجويف الدماغي طبعا هالغدة هاي وظيفتها تقوم بإفراز الميلاتونين حيث تقوم أهم مظائفها لها دور في تفتيح البشرة وتعمل كالمؤقت يعني ساعة الاستيقاظة يعني نحن نشوفها الآن الطيور تكون الطيور المهاجرة لما تتجي فقط فترة الهجرة نشوف لحالها تبلش بدها تهاجر ليش بسبب الساعة البيولوجية الموجودة في الدماغ وهي التي تقوم بتحكم بها الغدة السنوبرية عنا هلأ هرمونات القناة الهاتمة عنا ثلاث هرمونات أول واحدة الجاسترين تفرزها المعدة لحثها على إفراز العصرات الهاتمة السيكرتي كمان خلايا 12 بس لتفرز الحويصة الصفراوي على حويصة تفرز الهرمونات المعتكلة وأما الكالسيتوكينين كمان خلايا 12 فتقوم بحث الحويصة الصفراوي لإفراغ مفرزاته في القناة الهاتمة هرمونات الغدة الجنسية عنا ثلاث هرمونات التوستسترون والإستروجين والبروجسترون التوستسترون هي مسؤولة عند الذكورة الكاملة يساهم في نمو الأعضاء الجهاز التناسيلي الذكري والصفات الجنسية الثانوية عند الذكور أما الإستروجين كمان استكمال نمو الجهاز التكاثر الأنثوي وأيضا ظهور الصفات الأنثوية أما البروجسترون هاي وظيفتها تهيئة الرحم لاستقبال البولة الملقحة وكيفية استمرار الحمل يعني تسبب وظيفتها تثبيت الحمل وتهيئة الرحم للحمل أمراض جهاز هرموني يعني عندنا مرضين ذاكرين هون طبعا امراضه عديدة لا تحصى التضخم أول شيء الغودة الرقية حيث ينتج من فرض إنتاجها إنتاج الهرمونات وبالتالي ينتج عندنا مرض اسمه غريف بازدو وإشهد المرض يقوم بزيادة عند زيادة هرمونات اللغودة الرقية وبالتالي يصحب يعني يصحب أعراض صاحبه بنقص الوزن وجحوض العينين والشعور بالبرد والانهيار بالقوة التنسلية والجسمية وبالتالي وفي المراحل المتقدمة من العمر عفوا متقدمة تنتج القزامة في حال حدوث النقص في إفرازها فهي في زيادة ينتج قريف بازدو أما في النقص فينتج القزامة علاجها تناول أدوية أو الجراحة يقوم باستقصال الغداء الدرقية بسبب تضخمها الزائد عن حدو وبالتالي يصبح واضحا في رقبة المريض وبالتالي يقوم بجراحتها وإزالتها بكامل للتخلص منها السكري مرض معروف وشاعع كثيرا لأنه ينتج من نقص الأنسلين في الدم ويؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي يصاب الإنسان فيه وأسبابه عديدة أما مثل الحمل ونركز زيادة الوزن وكمان عوامل وراثية الكحول شرب الكحول هاي كلها تسبب السكري أعراضه كثرة التبول شعور بالحطش دائما في المراحل المتقدمة تصاب العين والقلب بأذية كمان تأخر التئام الجروح طبعا علاجه أخذ الأدوية السكري أما لحفاظ على الجهاز الهرموني بشكل عام فيجب أن مثل قواعد السلامة التي تتبع في جميع الأجهزة أو تناول طعام الصحي وتمارين الرياضية وعدم أخذ الأدوية بدون استشارة الطبيب وها هي بشكل عام القواعد الأساسية التي تتبعها لحفاظ على أي قسم من أجهزة الجسم المختلفة هات كان درسنا اليوم عن الهرمونات الموجودة في الإنسان